تبين إحصاءات Internet World Stats بأن عدد المستخدمين للإنترنت الناطقين باللغة العربية بلغ حوالي 90 مليون مستخدم من بين حوالي 223 مليون و 600 ألف نسمة يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وذلك بحسب إحصاءات عام 2012 لكن دعونا نتوقف سريعا عند عدد المستخدمين في بعض من الدول العربية مثلا تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول ب 13 مليون مستخدم تأتي بعدها سوريا ب 5 ملايين و 69 ألف و 418 مستخدم المركز الثالث كان لليمن ب 3 ملايين و 691 ألف مستخدم أما أدنى استخدام كان للبحرين ب 961 ألف و 28 مستخدم قد يتساءل البعض ما هي أكثر المواضيع أو الكلمات بحثا على الإنترنت مثلا في المملكة العربية السعودية أكثر المواضيع بحثا كانت نتائج الطلاب فيما تحتل أحداث بورسعيد المركز الأول في مصر أما أكثر الشخصيات بحثا على الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة ويتني هيوستن وفي مصر أسامة أنوار عكاشا أما أكثر الشخصيات الرياضية بحثا على الإنترنت مثلا في السعودية كان لعب كرة القدم كاكا وفي الإمارات العربية المتحدة كريستيانو رونالدو الفيسبوك كان له نصيبه أيضا من الإحصاءات مثلا هكذا بدت قارطة استخدام الفيسبوك بحسب سوشل بيكرز في شهر نوفمبر الماضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أما عدد الذين يسجلون حسابات جديدة على الفيسبوك كل دقيقة هو 21 شخصا ويبدو أن الرجال يستخدمون الفيسبوك أكثر من النساء نسبة الرجال 65% ونسبة النساء 35% اليوتيوب أيضا كان له نصيبه من الإحصاءات عدد المشاهدات اليومية في الشرق الأوسط 240 مليون مشاهدة وهو ثاني أعلى معدل في العالم وحدها المملكة العربية السعودية 190 مليون مشاهدة فيما يتم رفع ساعتين من الفيديو كل دقيقة في المملكة العربية السعودية يبلغ متوسط عمر الذين يستخدمون اليوتيوب هو 33 سنة أما في مصر 35 سنة ورغم كل هذه الإحصاءات والأرقام لا يتجاوز المحتوى العربي على الإنترنت الثلاثة بالمئة عدد كبير من الأشخاص ساهم في فعليات أيام الإنترنت العربي من مختلف الدول في العالم في محاولة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت أنيس لديه مجموعة من هؤلاء الأشخاص الذين ساهموا أيضا في هذه الفعاليات نعم بالفعل